حضرتك يا دكتور أنا عايزة أسأل حضرتك أنا ابني يعني شاب وكان الغضة التعريباً في السادي ضخمة شوية فديه طبعاً حاجة محرجة فهو عمل شفط دهون من السادي الدكتور ولبس بعديها جيلية كده كده الدكتور قال له طبعاً كان فيه ورم بعد العملية الدكتور قال له إن الورم ده حيروح خلال شهر ومرض يعني راح له أكتر من مرة بقى في المتابعات وفد الوقت حوالي شهرين لكن الورم ما راح فأنا بصراحة أنا علينا يكون ده فيه خطورة أو هل حيفضل هقول له حضرتك يا ده بقى أبير السادي الرجالة زي ما قلنا في أول البرنامج إنه سادي الرجالة بيضايقهم جداً في لبسوهم وفي حاجهم وإنه هو فعلاً اليومين دول إحنا ملاحظين إن الشكوى كترت شوية بتاعت إن السادي بتاع الرجالة شوية بيكبر بيجمع دهون لازم الأول لما بيبقى في قصة السادي دي لازم الدكتور كراح يعني اللي حيشوفه لازم يفرق ما بين هل الزيادة اللي في السادي دي زيادة بسبب دهون ولا زيادة بسبب تضخم في الغدد اللبنية اللي موجودة في السادي هتستغربوا قوي غدد لبنية إيه في الراجل؟ لا موجود موجود في الرجالة كلها غدد لبنية صغيرة جداً ما بتشتغلش بس موجودة الغدد اللبنية دي ممكن تكبر في الراجل برضو وفي نوعين من التدخم السادي في الرجالة يا إما دهون يا إما غدد أو قد بيبقوا لتنين سوا نلاقي دهون ونلاقي غدد سوا طيب هل علاجها إن احنا نعمل عملية تجميل؟ آه علاجها هي إن احنا نعمل عملية تجميل شفت الدهون صح؟ آه صح جداً وبيخلصوا من الدهون الزيادة اللي موجودة طيب لو فيه حتة غدد لو فيه حتة غدد زيادة كمان يبقى مفروض بنفتح فتحة صغيرة كده حولين الحلمة وبنشيل حتة الغدد الزيادة اللي موجودة عنده طيب هل بعد العمليات دي بيبقى فيه ورمان؟ آه طبعاً بيبقى فيه ورمان وإحنا دايماً بنقول إن بعد عمليات شفت الدهون في أي حتة في جسم بني آدم ما تتوقعوش تبتدوا تحسوا بالنتيجة إلا بعد أسبوعين أول أسبوعين بيبقى فيه بعض الورمان وبعد الكدمات الزرقى ممكن تبقى موجودة في مكان العملية بعد أسبوعين بيبتدي روح الورمان ويبتدي روح الزرقان وتبتدي تبتدي تحس إنك بتخس وعادة بتاخد حوالي ثلاث شهور من النزول في الحجم التدريجي يعني كل أسبوع تلاقي نفسك بتنزل شوية على مدار ثلاث شهور بعد ثلاث شهور بتكون وصلت تقريباً لـ 85-90% من النتيجة المطلوبة وبعدين بيفضل إن الجلد يشد مطرح الشفت وده بيحصل في الثلاث شهور التانيين على آخر الست شهور بتبقى خدت النتيجة مية في المية زي ما انت عايز طب افرد إن بعد ست شهور لقيت لسه حتة برضو شوية دهن فيها لسه زيادة ما فيش أي مشكلة فيه مساعدات لعملية الشفت الرياضة مساعدة مهمة جداً بعد الحفاظ على الأكل ممكن تستخدم بقى ساعتها بعد العملية بست شهور لو لسه في حتة مدايقات ممكن تستخدم ساعتها الأجهزة الخارجية المساعدة اللي هي زي أجهزة الموجات الصوتية والليزر والريديو فريكنسي والمساج وكل الحاجات دي بتساعد طب نفرد إنه برضو ده كله ما نفعش ما فيش أي مشكلة إنه يحصل حاجة احنا بنسميها في جراحة تجميل تاتش اوب أو مايك اوب يعني العملية خلصت ومعظم الدهن اللي موجود في السادي راح وخلاص بقت حاجات بسيطة قوي اللي فاضلة بعد ست شهور دي بتتعمل بتقدير موضعي بحاجات بسيطة وتخلص منها وخلاص فحاجة ما تقلقيش ما فيش حاجة تقلق الشفط الدهون وعمليات جراحة التجميل لا تؤدي إلى أورام عشان غالباً الحديث بتاع الأم ده وراه هذا السؤال قلقها اللا ما فيش أي إثبات ولا عمر حد حتى شك في إن موضوع شفط الدهون أو أي جراحة التجميل تؤدي إلى أورام خبيثة حضرتك أظن كده ارتحتي ما تقلقيش خالص ما عندناش هذا الكلام في الطب أساساً بيقول إنه لما أعمل عملية تجميل أنا كده بعرض ابني أو بنتي لإنها يجي لها أورام ده مش حقيقة دي مجرد إشعات وكلام زي ما بيقوله بتاع هاوي إنما مش موجود في الطب أوكي أحب إنه أنا كنت أمنتك وما تخفيش على ابنك وإن شاء الله حيبقى زي الفل ترجمة نانسي قنقر